أهلاً بحضراتكم مرة تانية خلينا نخش بقى في أجواء مطش الجونة لأن خلاص مطش بقرة مطش صعب جداً مع فرقة محترمة قوي قوي وبالتالي مطشات الأهلي الجونة دايماً بالمناسبة ومطشات فيها ندية كبيرة فمهمة أول الأهلي يكون مركز في المطش ده ومهمة أول أن احنا بإذن الله نفوذ لكن احنا عايزين نرصد أجواء ما قبل المباراة عشان كده خلينا نروح سريعاً لزميلنا العزيز المجتهد والمطالق فاروق صلاح مراسل قناة الأهلي من هناك في الجونة واللي وصل هناك خلاص بالفعل عشان يقول لنا على الهواء مباشرة كل الأجواء اللي بتتعلق بما قبل انطلاق هذا اللقاء غداً بإذن الله تعالى يا فاروق حمد الله على السلامة وأهلاً بيك مشاهدين مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان احنا هنا في الجونة يا مير زي ما انت قلت طبعاً كان وصولنا إلى الجونة في انتظار وصول فريق للنادي الأهلي اللي هيصل إن شاء الله في تمام الساعة الثامنة إلى الجونة طبعاً دي استعداداً لمواجهة فريق الجونة غداً إن شاء الله في تمام الساعة التاسعة في المباراة المؤجلة من الأسبوع التاسع على استياد خالد بشارة إن شاء الله نتمنى كل التوفيق لفريق النادي الأهلي في هذه المباراة بإذن الله يعني طبعاً أكيد مباراة صعبة فاروق لكن نقولي الأجواء عندك أخبارها ايه هناك في الجونة سواء درجة الحرارة احنا عارفين في فصل السفر الدنيا بتبقى حر شوية لكن برضو قلنا ممكن درجة الحرارة تبقى كم ساعة موعد المباراة غداً وكمان إزاي الناس بتستعد لاستقبال النادي الأهلي في الجونة أنا عارف إن بيبقى فيه اهتمام كبير جداً بوصول فريق كبير طبعاً زي الأهلي يعني خلينا أقولك أمير أن درجة الحرارة حالياً في الجونة سبعة وثلاثين درجة موية في المنتظر إن شاء الله في توقيت المباراة درجة الحرارة تتراوح ما بين عشرين لأربعة وعشرين درجة موية أعيز أقولك الأجواء هنا أكثر من راعة الجميع بيستعد لاستقبال النادي الأهلي خلينا أكد لك أن الأستاذ خالد بشارة يكون يعني مليء بيعدد كبير جداً من جماهير النادي الأهلي اللي يعني حريصة نية على التواجد منذ الأول أمس أو أمس أيضاً لحضور هذه المباراة طبعاً مع وجود بعض المقيمين هنا في الجونة اللي حرصين على التواجد في هذه المباراة طبعاً تعرف أن مباراة الأهلي بالتحديد هنا في الجونة بتبقى بنسبة احتفالية أو كرنفال هنا في الجونة الجميع بيستعد لاستقبال النادي الألي خلينا إذا ما أكدت لك يا أمير أن الجماهير يكون يعني بتملأ جنبات أستاذ خالد بشارة بإذن الله الأجواء طبعاً تعرف أن فريق النادي الأهلي عقب الفوز على فريق بيتروجيت في الدور النصف النهائي لكأس مصر وصعود النادي الأهلي للمباراة النهائية سريعاً نستاني في الفريق تدريباته أمس مستر ريكاردو سواريش عقد محاضرة فيديو مع الأبين يعني الحديث عن بعض الأخطاء اللي الفريق وقع فيها في مباراة بيتروجيت أنت عارف أن الوقت صغير يعني وقت صغير جداً يا أمير ما بين مباراة والتانية علشان تقدر تعالج الأخطاء ويتصحح الأخطاء طبعاً كان عقد محاضرة مع رؤول فاريا ولويس بريرا مطور الأداء ومحللي الأداء طبعاً لوقوف على بعض نقاط القوة والضعف في فريق الجونة وخلينا أقول لك على نقطة مهمة طبعاً يا أمير أنت عارف أن فريق الجونة واحد من الفرق اللي في المنطقة الخطرة طبعاً مع فرق الإسماعيلي المقولون الشرقية للدخان وأيضاً فريق مصر المقصة وده بيزيد من صعوبة اللقاء على النادي العالم خاصة مع الجاز الفني لفريق الجونة بقادة كابتال تامر مصطفى اللي لعب 8 لقاءات يعني هزم في 6 لقاءات وتعادل في لقاء وفز في لقاء وحيد وده بيزيد من صعوبة اللقاء مستر ريكاردوس واريس اشتغل على بعض الجوانب الخططية مبارح بالأمس كان في بعض التدريبات الاستشفائية لبعض اللعبين طبعاً انت في لعبة خرجت من قائمة الآلي الهذية المباراة طبعاً الجاز الفني فضل يديه وقت أكثر للراحة لكن أنا بطمنك عليهم سواء حسين الشحات أو ياسر إبراهيم بالتحديد يا أمير طمننا برضو من خلال الجاز الفني والجاز الطبي على الحالة الفنية والحالة البدنية لكن انت عارف نظرة اللي دي الوقت عندك يعني تلاحهم في المباراة الجاز الطبي والجاز فني ما بيخاطرش باللعب إلا في حالة اكتمال الناحية الطبية للعب بصورة كاملة يعني يتدر طيب وطول يعني بنسبة 100% لذلك فضل فضل النوع يريح النهارة طبعاً ياسر إبراهيم ويحسين الشحات طبعاً ويخرجهم من القائمة لأنهم بالأمس برضو أمير ما شاركوش فيه التدريب بالنادي الأهلي مصد ريكاردو سواريس يعني فيه انتعارف أمير الأمور اللي احنا لمسينها مع الجهاز المعاون عايز يعمل كل حاجة يعني برضو أمير من النقاط المهمة إنك من فترة طويلة بتلاقي النادي الأهلي بيحدد البرنامج التدريبي لمدة طويلة وده يعني النادي الأهلي كان مفتقد في الفترة الأخيرة النادي الأهلي قدر أقولك النادي الأهلي لمدة أسبوع أو عشر estar واضع البرنامج الزمني والتدريب للعيевой للعبة بالتوقتات وده أمر كان النادي الأهلي بيفتقده في الفترة الأخيرة إذن هو مصد ريكاردو سواريس مع مخطط الأحمال بيدرو جمريش ومطور الأداء ومحل الأداء وضعين برنامج تدريب للنادلالي بيتم تنفيذه بصورة أكثر من رائعة تدريب اللي احنا شفناه بالأمس أو اليوم بيغلب عليه طبعا الجدية اللعبين اللعبين كلها مركزة طبعا عايزة تنال ثقة مستر ريكاردو سواريش في المرحلة الحالية والمرحلة القادمة طبعا مرحلة صعبة جدا يا أمير عندنا مباراة في يوتشار ثم مرابط بيراميد ثم النهائي المنتظر أمام فريق الزمالك لكن من اللي احنا لمسينه من الأجواء اللعبة كلها أمير مركزة ان شاء الله خلال هذه الفترة أيضا يعني مستر ريكاردو سواريش وانتبعاته مع اللعبين أثنى على بعض طبعا اللعبين وأداءهم في المباراة الأخيرة وقال طبعا مهم جدا أننا في هذه المباراة أتجنب مفاجآت الكؤوس وحقق الانتصار طبعا بعض الأمور اللي إذا ما تكلمنا فيها في المحاضرة الفنية يعني بعض التعليمات التي طالب فيها من اللعبين بالتركيز وضرورة استغلال أنصاف الفرص لأن دي من النقاط المهمة جدا اللي طالب اللعبة باستغلالها في الفترة القادمة بإذن الله أنا موجود بقى معك يا أمير لو فيها يستفسار يعني بصراحة يا فروغ انت قلتنا كل التفاصيل في الحقيقة وان شاء الله عليك لكن أنا بأس أخيرا عايز أكلمك في جزئية مهمة جدا وانت تطرقت ليها وهي يعني الفترة الحاسمة المقبلة عندنا مباراة الجونا في فيوتشر في فيراميدز في الزمالك في نهائي كاس مصر جهاز فني جهاز فني جديد إزاي بيفكر في المرحلة دي وإزاي حيقدر يحقق المعادلة الصعبة إنه هو لسه جهاز فني لعب يضب مباراة واحدة بس لكن في نفس الوقت إزاي حيقدر يتخطى هذه المرحلة الصعبة والحاسمة في نفس الوقت في مختلف البطولات سواء الدوري أو الكاس انت قريب من الفرقة وبتعيش معهم كتير جدا وبتبقى موجود في التدريبات كتير جدا التفكير ماشي إزاي عند جهاز الفني عايزين نطمن الجمهور يا فاروق يعني دي نقطة في فواية الأهمية أمير أثرتها خصوصا إن الجهاز الفني لسه يعني الجديد بيتولى القيادة في مباراة واحدة لكن خلينا أقولك خلينا أقولك النقطة مهمة جدا إن الإعداد للمرحلة القادمة مستر ريكاردو سواريس بدأ فيها من قبل ما يصل إلى القاهرة طبعا كان هو تفرج على مجموعة من مباراة النادي الأهلي وكان عارف موعيد وتوقيتات مباراة النادي الأهلي القادمة وبالتالي يعني من الأمور برضو اللي احنا تحدثنا فيها قبل كده أمير إن ريكاردو سواريس بدأ البرنامج بتاعه والشغل بتاعه حتى قبل الحصول على الموافقة النهائية من النادي الأهلي وده إن ده اللي بيدل على الجدية اللي عند مستر ريكاردو سواريس طبعا هو عارف إن الوقت صعب جدا وعارف إن لعبة النادي الأهلي على مدار الثلاث سنوات الأخيرة في حمل بدني جديد جدا ومعدل مباريات للعبين يتجاوز في بعض اللعبين في النادي الأهلي أمير هتلاقي معدل المباريات اللي بيشارك فيها سواء مع النادي الأهلي أو مع المنتخبات الوطنية يتجاوز الخمسين أو الخمسة وخمسين مباراة وده رقم كبير جدا أمير بالنسبة للعب في الموسم فمستر ريكاردو سواريس يشتغل على بعض الأمور مع بيدرو مخطط الأحمال ومع مطور الأداء رؤول فاريا بتجهيز بروفايل أو فايل خاص بكل لعب بعدد المباريات اللي لعب فيها الإصابات اللي تعرض فيها كل لعب أيضا المباريات القادمة وجدولها وبالتالي بدأ أنه يلجأ شوية للروتيشن مع تاني مباراة يعني تانهار ده بنشوف زياد طريق موجود محمد أشرف موجود أحمد نبيل كوكا موجود محمد أشرف برضو واحد من اللعيبة في مركز الزهير للأيصر من الأوراق الصعيدة في النادي الآلي مستر ريكاردو سواريس بيتابع أيضا اللعيبين الصغار المتصعادين من قطاع الناشئين هو عايز يعمل يعني زي ما قلنا المدرب جاي يعمل مشروع في النادي الآلي عايز يقف على كل النقاط الخاصة بفريق الكرة وان شاء الله نتمنى له التوفيق أمير في فترته مع النادي الآلي يا فاروق والله أنا بشكرك شكرا جزيلا يعني زمنا المميز والمتقلق والمكتهد جدا جدا فاروق صلاح مرئيس القناة الأهلي كان معنا على الهواء وشرطا بشكرك يا فاروق والراجل بصراحة لنا كل كبيرة وصغيرة رغم أنه موجود في الجونال لكن كمان أخبار الفرقة فدي حاجة تحسب له ونشكره عليها شكرا جزيلا نخلينا نروح لفاصل سريع بعد الفاصل نرجع نكمل يلا بي